الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسليم والتسليم فقامت نائب رئيس جمهورية الصومان الناد عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي معالي وزير قصر الرئاسة محمود حاش عبدي رئيس حزب العدالة المهندس فيصل علي حسين معالي الوزراء والنواب وكبار مسؤولي الدولة أيها السادات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فإنه ليوم مشهود يسجل في التاريخ بمداد من ذهب أن أتم الله علينا بناء هذا السد العظيم من قبل الإخوة الأشقاء والأحبة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسهم الوالد الشيخ خليفة بن زايد النهيان حفظه الله ورعاه وأنعم عليه نعمة الصحة والعافية وأدامه ذخرا للمسلمين فمهما أشدنا بسموه الكريم لا نستطيع عفاه حقه فجزاه الله خير الجزاء على كل ما يقدمه لجمهورية أرض الصومال نسأل الله أن تكتب في صحيفة حسناته الشكر موصول لصاحب السمو الشيخ منصور بن زايد النهيان حفظه الله ورعاه على الجهد الكبير الذي قدمه لإتمام هذا المشروع المبارك الذي سوف يعم نفعه جميع البلاد وسوف يساعد هذا المشروع على التقليل من قلة المياه المنتشرة في البلاد وهو يعتبر أول سد في تاريخ بلادنا يبنى بهذا الشكل العلمي المتطور لقد تم هذا المشروع من قبل مؤسسة خليفة بن زايد النهيان للأعمال الإنسانية ولقد سبق هذا المشروع إتمام مشروع المسلخ في مدينة بربرة بتمويل شريف من دولة الإمارات العربية المتحدة فعطاهم وكرم دولة الإمارات العربية المتحدة منتشر في كل منطقة من مناطق جمهورية أرض الصومال وهناك العديد من المشاريع المستقبلية التي سوف تمدنا بها الدولة الصديقة الوفية لبلادنا دولة الإمارات العربية المتحدة والتي نسأل الله أن يديم عليهم الرخاء والرفاهية والأمن وأن يزدادوا تقدما فأكثر إن عطاء دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا وعلى رأس مشيوخ دولة الإمارات جميعهم حيث أن خيرهم غمر جمهورية أرض الصومال فجزاهم الله خير الجزاء وهذا كله إرث المغفور له بإذن الله الوالد القائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وورثه من بعده أبنائه الأفذاب الذين ساروا على نهج والدهم في الأعمال الخيرية فبارك الله فيهم جميعا لا ننسى في هذه المناسبة الكريمة أن نشكر الأخ الفاضي المدير المكتب الهندسي لسمو الأمير منصور بن سلطان آل نهيان الأستاذ محمد بن راشد الكتبي والطاقم الذي يعمل معه مثل المهندس سلطان الحبابي والمهندس محمد المري والجميع وجميع فريق العمل الذي عمل معنا في هذا المشروع فلهم جزيل الشكر والإمتنان وأيضا الشكر موصول لشركة كونسير المنفذة للمشروع على الجهد المبذول من قبلهم وهذا كله تم بفضل من الله ثم بتوجيهات من رئيس جمهورية صومال نهيان أحمد محمد محمود سيرايو الذي عمل بكل جهد لإتمام هذا المشروع والشكر موصول أيضا لسفير جمهورية صومال نهيان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة معالي السفير باشا عول عمر الذي قام بمجهود جبار في توطيط العلاقات المشتركة بين البلدين وهو يعتبر سفير نشط جدا في هذا المجال وهو من أنشط السفراء فله جزيل الشكر والعرفان وفي الختام نسأل الله أن يديم المحبة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صومال لندى أرض الصومال والسلام عليكم ورحمة الله آسف لقد تم إعطاء اسم هذا السد باسم الشيخ خليفة بن زايد النهيان كما ترون في هذه اللوحة أصبح اسم هذا السد سد الشيخ خليفة بن زايد النهيان فجزاه الله خير الجزاء وبركة فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا